السلام عليكم أهلا وسهلا بكم بقناتي وصفات رح العراق دوها كوك تعالوا نسوي أطيم برياني وتشريب دجاج لإفطار رمضان بطريقة جدا سهلة ولذيذة دوسونا لايك واشتراك وتابعوا ويايا نبدأ وصفتنا باسم الله رح أحضر أول شي تشريب دجاج ثلاث ملاعق زيت المقادر بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو لهذا الفيديو والكل الفيديوهات اللي مذكورة بقناتي رح أضيف دجاجة مقطعة ورح أقلبها بالزيت على كل الجهات إلى أن يتغير لونها ويصير بلون ذهبي مثل ما وضح قدامكم بالفيديو ويصير عندي لون اللحم للدجاج لونه أبيض هنا رح أضيف البهارات الصحيحة نوم بصرة وورق الغار وعود قرفة ورح أضيف بطاطس نقطعة وبصل مفروم ورح أقلبها كل جزين أيضا حتى يذبل البصل وكلها تتجانس وتأخذ النكهات أقلبها تقريبا خمس دقائق ورح أضيف عليها البهارات البهارات بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو أضفت ابهارات جدر وبكركم وأضيف ضرف مراق الدجاج أو ممكن نصف مكعب ماجي بعدها أقلبها ورح أضيف الماء إلى أن يغطي الدجاج وأخليه استوي مثل ما تلاحظون أنا ما أضفت أي ملح إلا بعد استواء الدجاج هنا عندي بعد ما استواء تمام رح أضيف علي ملح حسب الرغبة ورح أضيف علي حمص مسلوق ومستوي بهاي الطريقة أنتظر خمس دقائق تقريب إلى أن يتسبك ورح أضفي وصار عندي جاهز وهنا قلبت التمن سوى التمن أبيض سادة أحمصه بالزيت بالبداية وبعدها أن نشف الماء عندي هنا رح أهدره رح أضيف علي ملعقتين من الدهن الحر ورح أغطي حتى يذوب ويأخذ النكهة رح أبدأ أحضر الشعرية أول شي رح أقل البطاطا سويتها مكعبات بهاي الطريقة فقط أضفت عليها الملح قليتها وصارت عندي جاهزة رح أرفعها على ورق المطبخ حتى يشيل الزيت الزيادة ورح أضيف هنا بعدها رح أصارت عندي بهذا الشكل رح أضيف الشعرية تقريبا كوب ونص رح أقلبها على النار إلى أن تأخذ اللون الذهبي هنا أكيد اختياري أكو قسم يحبوها تكون جدا غامقة أو جدا فاتحة أنا أحبها يكون اللون الوسط بهذا الشكل هنا صارت عندي جاهزة رح أرفعها طبعا ما يصير تنترك ولا دقيقة رح أصفيها من الزيت الزيادة حتى تكون عندنا خفيفة مصفي ناعم هنا رجعتها للمقلات رح أضيف عليها مي يغطيها أو أنتظر إلى أن تمتص المي وتكون عندي نفشة وستوت رح أبدأ أضيف النكهات رح أضيف رشة من الملح ملعقتين من السكر أو رح أضيف الهين المطحون أو رح أضيف بهارات برياني ورشة من القرفة أو صار عندي هنا النكهة ما شاء الله رح أقلبها حتى تجانس عندي طبعا قللت النار خليتها مثل التهدير رح أضيف هنا مكعبات البطاطا اللي قليتها بالبداية أقلبها تقليبة بسيطة ورح أضيف الكشمش ورح أضيف الفستق المحمص رح أخلطها شوي بها الطريقة إذا هاي أول مرة تابعوني أتمنى تشتركون وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم كل الوصفات وهنا صارت وصفتنا جاهزة شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله سويت شربة وبرياني بالدجاج وتشري بالدجاج صار عندي جاهز أتمنى تجربون هاي الوصفة وتنطون رأيكم وسهمكم العافية أهلا وسهلا بيكم بقناتي وصفات ضحل عراق دهكوك شكرا